بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبنات طلبة وطلبات المدارس السنوية الزراعية أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة وطلبة الصفة الثالث برنامج فني إنتاج محاصيل الحق إن شاء الله في حلقة اليوم سوف يكون بعنوان استكمال ممارسات إنتاج محاصيل الزي إحنا في الحلقات السابقة كنا وصلنا لعرض مجموعة من المعايير الخاصة بإنتاج وحدة تطبيق ممارسات إنتاج محاصيل السكر اللي إحنا كنا بنتكلم علىها يطبق ممارسات إنتاج قصب السكر واتكلمنا على بعض المعايير الخاصة اللي إحنا مشين بالتوازي مع الوحدات الأخرى حتى وصلنا إلى التسميد والري ثم علامات الحصاد واتكلمنا على هذا المحصول عشان نربط ما بين الوحدات وبعضها وقلنا إن هذا المحصول من المحاصيل الصيفية التي تزرع خلال معادين اثنين مهمين جدا وهو من المحاصيل المعمرة التي تنكس في الأرض لعدة ثلاث سنوات أو خمسة سنوات وهي من المحاصيل أيضا المجهدة للطربة ينتشر محصول قصب السكر في الوجه الإبلي يستخدم الناتج من محصول القصب حوالي خمسة وتوانين في المئة من ناتج المحصول يستخدم في صناعة السكر وخمسة عشر في المئة يستخدم في صناعة العسل الأسود والملاس ناتج عملية العصر كمنتج سانوي اللي هو المصاص يستخدم فيه الوقود أيضا تميز قصب السكر بأنه من المحاصيل التي تحتوي على نسبة سكر عالية مما يساهم بشكل كبير في سد احتياجات السكان أو احتياجات المواطن المصري من هذه السلعة المهمة ولذلك حينما نتحدث عن محاصيل السكر فإننا دايما نتحدث عن محصولين اتنين من المحاصيل التي تزرع في مصر وهو محصول بنجر سكر وهو محصول شتوي احنا انتهينا منه خلال الوحدات الخاصة بالفصل الدراسي الأول للصف الثالث ثم نتحدث عن قصب السكر وهو المحصول الآخر الذي يعتبر مصدر من المصادر الهامة في إنتاج السكر ويزرع محصول بنجر سكر في معظم أنحاء الجمهورية لأنه يحتاج إلى جو معتدل أما محصول قصب السكر فيزرع في الوجه الإبلي لأنه يحتاج إلى جو حار أو معتدل إلى حار لأن هذا هو السماء المناخية لهذا المحصول في جمهورية مصر العربي اتكلمنا على حاجات فنية بتذكركم بها وهي أن محصول البنجر ومحصول قصب السكر لا تنتج لها بزور في مصر لتنين تقول له إزاي؟ طب يتكاثر إزاي؟ بنجر السكر يتكاثر بالبزور وهذه البزور يتم استيراضها من الخارج سنويا أما قصب السكر فيتم تكاثره بالعؤل الذي ينتم إنتاجها محليا طب ما فين البزور بتاعة قصب السكر بقى؟ هي التي تنتج في مصر لأن قصب السكر لا ينتج بزور في مصر لعدم توفر مقاومات المناخية أو الظروف المناخية التي تناسب إنتاج البزور لقصب السكر نفس الشيء بالنسبة لبنجر السكر لا تتوفر السمات المناخية اللازمة لإنتاج بزور البنجر ولذلك تستورد بزور البنجر سنويا من الخارج الظروف المناخية التي يحتاجها لإنتاج البزرة أو إنتاج التقاوئي مناخ بارد درجة حرارة مخافضة هذه الدرجة لا تتوفر في مصر أما قصب السكر فيحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة وهذا أيضا لا يتوفر في مصر درجات الحرارة العالية قد يظهر ولكن لا يكون بزور ولذلك يتكاثر البنجر بالبزور المستوردة ويتكاثر القصب بالعقل المنتجة محليا وهو نوع من أنواع التكاثر الخضري بعد كده أبناء وبناتي هنتقل بعد إلى موضوع حلقة اليوم وهي استكمال المعايير الخاصة بتطبيق الممارسات الزراعية لإنتاج محاصيل الزيت ناخد أول محصول منهم وهو محصول دور الشمس كنا تحدثنا على معايير الخاصة بهذا المحصول معايير الأداء تتنوع من معيار إلى آخر أول معيار وهو يحدد موقع هذا المحصول في الدورة الزراعية طبعا حينما نتحدث عن هذا المعيار اللي هو يحدد موقع المحصول في دورة الزراعية معناه أن أنا هنا في الوقت ده أن أنا بحدد الوقت المناسب لزراعة المحصول يبقى هنا أما نربط ما بين معيار الأداء وبين دليل التعلم فإن أنا لابد أن أنا نقول هنا مطلوب دليل تعلم في صورة إيه؟ في صورة تساؤل شفوي أو تساؤل تحريري ما نقدرش نقول بطاقة ملاحظة ولا مراجعة منتج ليه؟ يعني هنا سؤال شفوي محتاج معلومة يحدد موقع دوار الشمس في الضوار الزراعي أو يحدد موقع البنقر أو يحدد موقع الأصب أو يحدد موقع الفول البداية أين كان المحصول حينما يكون معيار الأداء هو يحدد مني دليل أداء في صورة دليل تساؤل شفوي أو دليل تساؤل تحرير طيب. هذا المحصول اللي هو محصول اه 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 دوار الشمس. هو محصول ايه? هو محصول شتوي. هو محصول اسف صيفي. يسبقه محصول شتوي. دوار الشمس محصول صيفي يسبقه محصول شتوي. ده ايه ما احنا شايفين كده ان على شاشتنا ان دوار الشمس محصول ايه? محصول صيفي يسبقه محصول شتوي. وينصح بعدم تكرار زراعته في اكثر اكثر من عام لتجنب الأمراض الفطرية التي قد تصيب المحصول طب الأهمال الاقتصادية لهذا المحصول إيه؟ الحقيقة هذا المحصول يستخدم في إنتاج الزيت الذي يتميز بصفاته الجيدة وعدم قدرته على رفع نسبة الكوليسترول كما تستخدم البذور في الأكل وفي تغذية الإنسان وفي تغذية الآيه؟ الطيور حينما نتحدث عن الوصف النباتي أبنائي وبناتي فإننا نقول أن الجزر لمحصول دوار الشمس الجزر جزر وتدي يحمل جزور جانبية الجزر متعمق يحمل الساق الساق تحمل الأوراق الحقيقة الساق قد تصل طرها إلى 2 متر وأكثر تحمل الساق أوراق متبادلة على الساق وتحمل في نهاية الساق في القمة النامية ما يسمى بالقرص الزهري الذي يحتوي على أوراق شعاعية وأظهار خنثة أو أظهار تتم فيها التلقيح والإخصاب حتى تكون الحبوب اللي هو الأخراس بتاعة دوار الشمس يوجد حولها أوراق شعاعية ملونة لجذب الحشرات وخاصة الحشرات الملقحة اللي هي نحل العسل ولذلك هناك توصية بزراعة أثناء زراعة دوار الشمس يتم وضع أكثر من طائفة من طوائف النحل داخل حقول المنزرعة بدوار الشمس طيب الفداني الواحد من دوار الشمس بيحتاج إلى أديه من الطوائف أو من الخلايا يحتاج الحقيقة إلى خمسة طوائف أو خمسة خلايا من خلايا النحل لكي تتم عملية الإخصاب بشكل جيد وكي يزيد المحصول طب إيه هي العلاقة هنا ما بين الإخصاب ما بين المحصول طبعا أنت عارف أبناء وأبناء تعرفين أن عملية التلقيح هي عملية هي عملية انتقال حبوب اللقاح من متوق الظهرة أو من عضو التذكير إلى ميسم الظهرة أو عضو التعنيس وتنتهي تعريف عملية التلقيح ثم تبدأ الإخصاب وهو التقاء الجامية المذكرة مع الجامية المؤنسة داخل المبيض من خلال الميسم أو عنق القلب لقد تصل إلى المبيض وتتحد النواة المذكرة أو الجامية المذكرة مع النواة المؤنسة أو الجامية المؤنسة لتكون الزجوت أو الجنين اللي هو الحبوب إذن الحبوب التي حدث لها إخصاب هتكون حبوب أما الظهار التي لم يحدث لها عملية التقصيب لم يتكون لها حبوب وبالتالي هناك بعض الأقراص دوار الشمس توجد فارغة فيها حبوب فارغة إيه الحبوب الفارغة ديت؟ نتيجة لقصور عملية التلقيح والإخصاب من هنا جاء توصية أننا نزرع حينما يتم زراعة دوار الشمس يتم الاستعانة بمجموعة من فوائف النحل أو خلايا النحل التي تساعد في عملية التلقيح وعملية الإخصاب نجي نتحدث أبنائي وبناتي على الجزور هذا الجزر اللي هو موضوعنا في وصف النباتي لمحصول دوار الشمس يتكون الجزر من جزر واتدي زي ما احنا هنشوف مع بعض هذا الجزر الواتدي وظيفته هو امتصاص الماء والعناصر الغزائية زي ما نشايفين أبناء وبناتي هذه الجزور هذه الجزر هو زي ما انت شايف شكله الجزر واتدي متعمق يحمل جزور سانوية حبيت أننا أفصل لكم شكل الجزر بشكل أبسط شوية وصورة أوضح ثم يأتي بعد ذلك شكل الجزر وهو جزء من النبات الكامل هذا الجزر يقوم بامتصاص الماء والعناصر الغزائية اللي يدفعه خلال هذا الساق إلى باقي مكونات النبات إلى الأوراق هذه الأوراق النص اللي بتاعها النص بسيط يعني مش مركبة النص اللي مش مركبة النص لقطعة واحدة قلبي الحواف بتاعته غير مستوية ثم تأتي النورة بتاعته أو الظهرة بتاعت دوار الشمس زي ما انتم شايفين كده الأوراق الشعاعية اللي هي شكل هادية هذه الأوراق الشعاعية وظيفتها إن هي تجذب الحشرات الملقحة ثم يأتي بعد ذلك آآ وصف الساق الساق زي ما انتم شايفين كده أبناء وبنات ساق اسطوانية مغطاة بجعائرات وذغب آآ هذه الساق تحمل آآ فوقها الأوراق آآ بالشكل زي ما انتم شايف بشكل متبادل الأوراق الحقيقة كبيرة الحجم قلبية الشكل المعنقة آآ الحواف بتاعتها آآ غير مستوي آآ زي ما احنا شايفين ادي القرص الزهري بتاع آآ ضوار الشمس ودي صورة من آآ الصورة الحقل من آآ حقول ضوار الشمس آآ منزرع على مسافاته وتمت معاملته آآ هنا النورة زي ما انت شايف واللينا شايف اللينا جايبه ده انا حد ذوريك ما هو دور الحشرات الملقحة زي ما انتم شايفين كده ادي النورة نورة هامة قرصية آآ تحمل نوعين من الأزهار نوع من الأزهار الشعاعية اللي هي العقيمة الصفراء اللي هي في في الطرف دي ووظيفتها هيو جذب الحشرات آآ او خصوص الحشرات الملقحة زي ما نشايفين ابناء وبنات اهود يعني احنا بنشوف كده اهود شوفوا الحشرة هذه الحشرة نحلة واضح جدا هي انا بتقوم بعملية ايه بتقوم بعملية جمع الرحيق وفي نفس الوقت نقل حبوب اللقاح من هذه الظهرة الى ازهار اخرى لزيادة عملية الاخصاب ده شكل من الاشكال آآ نبات دوار آآ الشمس وحبيت اوريك الصورة دي تشوف شوف كمية الحشرات الملقحة الموجودة آآ لكي تقوم بعملية التلقيح زي ما انت شايفها هو تحابب ان انا وضح لكم الصورة عشان تشوف مدى اهمية وجود الحشرات الملقحة لنبات دوار الشمس ثم يأتي بعد ذلك وصف الحبة بانها عبارة عن حبة بيضوية الشكل مضلعة آآ آآ زي ما انت شايف كده ادي شكل الحبوب بتاعت ايه بتاعت دوار الشمس والشكلها من الايه شكلها من الداخل نأتي بعد ذلك ابناء وبناتي الى اهم اصناف دوار الشمس الحقيقة هو يوجد آآ من الاصناف صنف سخة تلاتة وخمسين وصنف آآ سخة مية واثنين الحقيقة صنف سخة تلاتة وخمسين هو صنف آآ يزرع بجميع مناطق الجمهورية ويبقى في الارض لمدة معينة تصل الى ميت يوم آآ يعني تلاتة شهور آآ آآ ونص ثم تزهر بعد ذلك علامات الحصاد آآ سخة مية واثنين برضو يزرع في معظم مناطق الجمهورية ولكنه مبكر في النطق حيث آآ يبقى في الارض حوالي خمسة وسبعين يوم بعد كده ينفذ طريقة الزراعة المناسبة وينزمني اوي ان انا نقف هنا عندي آآ نفذ طريقة الزراعة المناسبة آآ بعض الوقت ليه لان انا هنا عندي في تنفيذ الزراعة لابد ان انا نرجع بزاكرة شوية لان علشان نتكلم على خدمة الارض قبل الزراع لان حينما نتحدث عن تجهيز الارض يبقى لابد ان نتحدث عن معايير الخدمة عملية الخدمة سواء كانت عملية الحرس او عملية التسويع او عملية التسحيف او عملية التخطيط كل هذه العمليات من العمليات الهامة جدا التي يجب ان نهتم بها اثناء زراعة المحاصيل بعد خدمة الارض آآ خدمة جيدة يتم بعد ذلك آآ آآ اعداد كمية التقاوي المناسبة للفدان ثم اضافة المطاهرات الفطرية والحقيقة يحتاج الفدان الى من اتنين الى تلاتة كيلو جرام في الزراعة الآلية تزيد بقى الى ستة كيلو جرام في حالة الزراعة الآلية بعد كده تنفيذ برنامج الري بيوصى بالاهتمام بري محصول دوار الشمس لانه من المحاصيل الحساسة للمياه لذلك يجب عدم ري وقت اشتداد درجات الحرارة او وقت اشتداد آآ آآ الرياح يعني لو فيه ريح لو فيه هوا يبقى احنا هنا بناجل الري ولو فيه حرارة عالية ناجل الري حتى آآ قرب المغرب آآ بعد كده ابناء وابنات تتحدث عن مكافحة الحشائش يدويا وميكانيكيا دون الاضرار بالمحصول الحقيقة مكافحة الحشائش من العمليات الزراعية الهامة ومن الممارسات الزراعية الهامة ليه لان يتوقف كمية المحصول على المجهود الذي يقوم به المزارع اثناء عملية مكافحة الحشائش الحقيقة مكافحة الحشائش دي اما ان تجتم باستخدام المكافحة اليدوية اللي هي التأليع باليد او الميكانيكية او الكيماوية احدى الطرق آآ هذه هي التي تستخدم في مكافحة الحشائش طب انا بمفضل ايه انا بميل ايه الحقيقة قولا واحدا هي مقاومة الحشائش آآ ميكانيكيا او يدويا لان مقاومة الحشائش بالطرقين دولا سواء الطريقة اليدوية او الطريقة الميكانيكية بينتق عنها نحافظ على البيئة المحيطة من التلوث لان انا لو رشيت هنا الرش بيكون مواد كيميائية لكي يقضي على الحشائش دون المحصول الاصلي اذا انا لما استخدم مواد كيميائية هذه المواد الكيميائية حتى ولو لم تكن سامة تؤثر في البيئة وتعمل على ترك اثر سلبي في المقاومات البيئة ومع التكرار والتوسع يحدث خلل في السمات المناخية وخلل في المقاومات المناخية وهذا هو التحدي الكبير الذي يواجه العالم اللي هو الارتفاع اه في درجة الحرارة الذي قد يؤدي الى انتهار جزء كبير من القطبة المتجمد وبالتالي تزيد مياه البحار والمحيطات فتبتلع جزء من ايه كرة الارضية او من المحافظات القريبة من البحار اه وعليه فيجب ان نطبق الممارسات الزراعية بشكل جيد وبما يتفق مع البيئة المحيطة علشان خاطر نحافظ على هذه البيئة ونحافظ على مقاومات هذه البيئة من التلاوث ونحافظ على عدم اختلال العناصر المناخية في الكرة الارضية لان الانبعاثة الحرارية والتلاوث يؤدي الى ايه يؤدي الى خلل في المناخ. آسف. آآ نعود نتحدث ابناء وبناتي عن آآ معيار من المعيين نطق دوار الشمس. الحقيقة محصول دوار الشمس من المحاصيل التي تظهر علامات نطقها في علامات معينة وهو اكتمال تكوين الحبوب في الاقراص. ثم تدلي الاقراص الى اسفل. سقوط الاوراق الشعاعية زي ما نشايفين ابناء وبناتي على شاشتنا كده. ده شكل القرص بتاع دوار الشمس. ادي شكل الحبوب هي والجزء اللي احنا آآ 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 الخالي ده هو جزء احنا علشان نوريك ان الحبوب دي مكتملة النمو ومكتملة النطق. علشان كده تتمثل آآ علامات النطق في ايه؟ في اصفراء الاوراق وسقوط آآ آآ سقوط جزء السفل منها. آآ ميل الاقراص الى اسفل سقوط الاوراق الشعاعية. ارتفاع آآ آآ نسبة الوزن في او زيادة الوزن في آآ آآ وزن الاقراص. زي ما نشايفين ادي المحصول في مرحلة من مراحل النمو والنطق آآ ثم آآ 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 تظهر صورة اخرى ليس آآ بعد ظهر النطق لسه النطق ما ظهرش ولا علامة من علامات النطق لمرحلة من مراحل الى ازهار ثم تبدأ الاقراص آآ آآ تستدير ويبدأ اللون يختلف بعد اجتمال عملية الاخصاب ثم تبدأ الاقراص آآ 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 تتدلى الى اسفل وتميل آآ آآ بهذا الشكل نتيجة ليه؟ نتيجة ليه امتلاء هذه الاقراص بالحبوب وزيادة وزنها وبالتالي تنحني الى اسفل زي ما انت شايفين كده وهي منزلع زي ما هي وما زالت قائمة تنحني الى اسفل ونتيجة ليه آآ ثقل وزن هذه الاقراص ثم نأتي بعد ذلك الى جفاف الاوراق الشعاعية التي توجد حول القرص هذه الاوراق الشعاعية زي ما انت شايفين كده ابنائي وبناتي بص اللي انا بشاور عليها بالموز ده الاوراق الشعاعية ديت اللي هي كانت قبل كده ايه كانت صفرة اللون اللي هي اللون ده شايفين دي الاوراق الشعاعية الصفرة دي اللي هي اللي هي دي اللي هي ما زالت لسه موجودة دي اما اذا نضج نضج دوار الشمس تظهر الاوراق الشعاعية بهذا الشكل آآ اللي هي بتكون جافة وتس آآ تجف الازهار الموجودة في قلب الدوار الشمس ليه لان دي دلالة على ايه دلالة على حدوث عملية الاخصاب واصبح دور هذه آآ الاوراق في ايه في كانت هنا بتجزب الحشرات طيب خلاص عملية الاخصاب تمت يبقى خلاص حينما تجف يبقى وصلنا الى اختراب مرحلة النضج والحصاد بعد كده ابناء او بناتش وبتظهر آآ الاقراص بالشكل ده تبدأ الاوراق بتصفرارة هيت خالص ويتغير لونها نبدأ فيه تنفيذ عملية الحصاد ثم تنفيذ عملية آآ آآ فصل الحبوب عن الاقراص بيادى بهذا الشكل وبالنسبة لي هذه الاقراص اهي زي ما انت شايف بيتم ده الاقراص بقطعة من من الخشب آآ لكي تتم فصل ما بها من بزور آآ لكي يتم استخدامها بعد كده في الاستخدام الايه في الاستخدام النهائي ننتقل بعد ابناء وبناتي الى محصول من المحاصيل الهامة وهو محصول الفول السوداني لنستكمل معايير هذا المحصول الحقيقية محصول الفول السوداني من محاصيل الزيت الهامة الذي يزرع في مصر وهو من محاصيل الاراضي الرملية والاراضي الخفيفة لذلك ينصح ولذلك ايه وبذلك ينصح بزراعة هذا المحصول في الاراضي الرملية والاراضي الخفيفة وتجنب زراعته في الاراضي الكلسية والاراضي الجيرية الشديدة التماسك ليه لان محصول الفول السوداني من المحاصيل التي تتكون أظهرها فوق سطح الترب وتبدأ وثم تحدث عملية الإخصاب ويبدأ تكوين الثمار فيما يعرف بالإبر هذه الإبر الجزء الأول من الثمر بعد الإخصاب تتدلى بوسط تعونق طويل لتخترق الأرض وبالتالي تظهر هنا الممارسة الزراعية الأكثر أهمية وهي عملية الترديم عملية الترديم معناها إيه لو أنا عندي نبات مزروع بالشكل ده كده بعد أثناء عملية التزهير وبداية تكوين الثمار يتم تجميع الطربة حول قواعد النبات ليه لأن أنا قلت خلاص علشان خاطر محدش أن أبنائي وبناتي يظن أن الفود السوداني يسمر تحت سطح الطرم لا 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 يكتمل تكوين السمرة تكتمل تكوين السمرة أسفل سطح الطربة ولكن يبدأ التزهير بالأظهار الصفراء اللي إحنا هتشوفها دلوقتي فوق سطح الطربة ثم تبدأ تكوين الإبر اللي هي بداية تكوين السمار فوق سطح الطربة ثم تخترق الإبر للطربة لتكتمل تكوين القرون الثمرية للفود السوداني علشان كده بقول أن تطبيق الممارسات الزراعية بشكل جيد وفي المعاد المناسب يعتبر من عوامل الإنتاج الهامة أو من معايير الإنتاج الهامة لمحصول الفود السوداني محصول الفود السوداني شأنه شأن محصول دوار الشمس محصول دوار الشمس كنا بنقول عليه محصول صيفي نفس القول يقال في محصول الفود السوداني محصول صيفي يزرع هذا المحصول في موسم الصيف ويزرع بالبزور أو الثمار على حد سواء مع التوصية بإجراء عملية التسميد الحيوي أو التلقيح البكتيري للتقاوي قبل زراعتها فبعملية التلقيح البكتيري أو التسميد الحيوي هذه العملية يقصد بها خلط تقاوي المحاصيل البقولية بالعقدين المناسب أو بالميكروبات بالبكتيريا المناسبة وخصوصا في حالة الزراعة في الأراضي البكر ومعنى الأراضي البكر هي الأراضي التي لم تزرع من قبل أو أراضي فقيرة في المواد العضوية أو في العناصر العضوية هذه الأراضي عندما تزرع بالمحاصيل البقولية يفضل عملية التلقيح البكتيري للتقاوي أو معاملة التقاوي بالتسميد الحيوي اللي هو خلط التقاوي بالبكتيريا العقدية التي تعمل على تنشيط تكون العقد الجزرية العقد الجزرية أو البكتيرية على الجزور وهذه العقد البكتيرية أو العقد الجزرية تقوم بعمل مهم جدا وهو تثبيت الأزوت الجوي في الأرض يبقى محصول الفول السوداني محصول زيت ولكنه الجزر بتاعته تحتوي على عقد بكتيرية مثل المحاصيل الآيه زي محصول البرسيم المصري أو البرسيم الحجازي أو الترمس أو الفول البلدي أو الحلبة كل هذه المحاصيل تحتوي جزرها على العقد البكتيرية التي تقوم بتثبيت الأزوت الجوي نعود لنطلع معا ونناظر ونشاهد معا المعايير الخاصة بمحصول الفول السوداني أولا أول معيار يحدد موقع الفول السوداني في الدورة الزراعية زي ما نشايفين كده اثنين يحدد كمية التآوي المناسبة معيار ثلاثة ينفذ التلقيح البكتيري بالعقدين المناسب معيار أربعة ينفذ زراعة الفول السوداني بالطريقة الموصى بها معيار رقم خمسة ينفذ برنامج الري وفقا لنوع التربة معيار رقم ستة ينفذ عملية الحصاد حسب يكافح الحشائش معيار رقم ستة ينفذ برنامج تسميت ثم يكافح الحشائش أولا محصول الفول السوداني من باب المعلومات المعرفية هو من ضمن المحاصيل التي تزرع صيفا ويحتوي على خمسين إلى خمسة وخمسين في المئة زيت وهذه النسبة نسبة مجيدة حيث تستخرج من البذور الزيت كمية كبيرة من الزيت الذي يسمى به الزيت الزيت الفول السوداني اللي هو ناتج عملية العصير أو عصر الزيت أو عصر البذور لإنتاج الزيت يسمى بالكسب ويستخدم فيه تغذية الحيوانات المجموع الخضري العرش يستخدم فيه تغذية تغذية الحيوانات بعد كده أبنائي وبناتي نتحدث عن الصلاة الموجود قدامي على الشاشة دي مهمة جدا أن هناك بعض المشاكل التي تواجه زراعة محصول الفول السوداني إيه هي المشكلات التي تواجه الفول السوداني من ضمن المشاكل التي تواجه محصول زراعة أو تواجه ممارسات إنتاج محصول الفول السوداني واحد وجود حبوب ضامرة وجود حبوب فارغة وجود حبوب بزور متعفنة أو متحللة وجود ثمار لونها غامئ طيب هذه المشاكل وهذه العوارض نتيجة لإيه هذه المشاكل لها أسباب يعني لازم أما نطرح المشكلة لازم نعرف أسباب وهذا هو المنطق العلمي والأسلوب العلمي في حال المشكلات المنهج العلمي في حال المشكلات بيقول إيه حينما نواجه مشكلة لابد أن نتعرف على أسباب هذه المشكلة ثم نفرض فروض لحل هذه المشكلة ثم نتأكد من صحة هذه الفروض ويأتي بعد ذلك أن نعمم هذه الفروض التي استخدمت في الحل طيب المشكلة الأولى التي تواجه مزارع الفول السوداني هي إنتاج سمار غمئة اللون دي ليه يرجع هذا يرجع هذا إلى سببه السبب الأول اللي هو زراعة الفول السوداني في أراضي سقيلة طينية طينية يؤدي إلى إنتاج ثمار غمئة اللون طيب تعفن الثمار نتيجة لزيادة الرأي نفس الثمار اللي لونها أصغر الثمار لغمئة اللون إما إن زراعتها في أراضي سقيلة أو زيادة الرأي أما الثمار اللي هي فاتحة اللون هي التي تنتج من أرض رملية أو أراضي صفراء وهذا ما ننصبه زراعة الفول السوداني في أراضي خفيفة أو أراضي رملية أو أراضي صفراء وفي حال زراعته في الأراضي الطينية يجب أن تكون طينية جيدة الصرف مفككة اللي نسميها أرض طميية أو أراضي صفراء مع إجراء عملية الترديم بعد مرحلة التزهير في ألفول السوداني نتحدث بعد في بعض المشاكل اللي هي وجود سمار فارغ هي ليه ليه عندي سمار فارغة نتيجة لقصور في عملية التلقيح والإخصاب فما حصل شي أن فارغة سمار كده برخ المظهر خارجة ولكن فارغة من البزور بعد كده أبناء وبناتي نعود لنتحدث عن أسباب هذه المشكلات قلنا سمار فارغة ترجع رجع إلى قصور عملية التلقيح والإخصاب سمار غامقة رجع إلى زراعة المحصول في أرض سوداء أو طينية ثقيلة طيب السمار الضامرة اللي هي يرجع إلى إيه؟ إلى عدم النطج أو وصول السمار إلى مرحلة النطج المناسبة أو مرحلة النطج التامة بعد كده أبناء وبناتي نعود لكي نذكركم بمعايير مهمة جدا وهي معايير الحصاب هناك بعض المشاكل التي توجد في الفول السوداني قبل ما نتعرض إلى معوضوع الحصاب وهو التساق بأجزاء من الرمل بالسمار زي ما تشايفين كده التساق من الطربة أو الرمل بأجزاء من الصمار من ضمن المشاكل التي تواجه زراعة محصول الفول السوداني بعد كده أبناء وبناتي نعود لنستكمل معكم الوصف النباتي داي ما احنا قلنا الجزر وتدي تموا عليه عقد بكتيرية ثم الساق قائمة تميل لل الافتراش وزاي ما احنا شايفين كده هذه الصورة صورة مهمة جدا عايز اوريكم صورة الظهرة شايفين ده اللون الأصبر ده هي دي الظهرة بتاعة الفول السوداني اللي هي تظهر بالشكل ده كده بصهم الصورة ديت صورة مهمة جدا عايزك تركز فيها كده وتشوف فيها ايه قادي الظهرة هي وقادي الثمرة هي شوف قادي القرون بتاعة الفول السوداني هي وقادي الايبرة هي اللي انا مشاور عليها بالمؤشر بتاع الموز دي اهي قادي الايبرة وقادي الثمرة بدأت حاول توصل للطربة علشان تستكمل آآ دورة حياتها وتستكمل نموها بشكل طبيعي طيب بعد كده بنعمل ايه بنشوف الاوراق بتاعته اللي هنا ايه بنشوف الاوراق بتاحتي شكلها ايه بنشوف الاوراق بتاحتي النص بتاعها شكل المغفولجي بتاعه ايه حيئة اوراق الفول السوداني اوراق مركبة آآ تتكون من مجموعة من الورايقات وقد يوجد محلاق وقد لا يوجد اه محلاق لهذه الاوراق. الزهرة اه ابطية جالسة لونها اصفر. يبقى الزهرة ابطية جالسة لونها اصفر زي ما انت شايف كده. مهمة اوي اوي انك تعرف ايه? ان الزهرة بتاعة الفول السوداني. زهرة جالسة لونها ايه? لونها اصفر. زي ما انت شايف كده. هو بالشكل ده كده. يبدأ بعد تكون الازهار. شوف. ده شكل ايه? الابرة. يبقى الزهرة تم تم محاية التزهير في خصائح التربة. ثم تكونت الابر لتختارق الايه? لتختارق الارض. لتكون الثمار. وبالتالي اه بنقوم بعملية التخفيف او عملية اه 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 عملية مهمة جدا من عملات اللي تتم على اه التربة. وهي شوف اهو. يعني الصورة خير دليل. ادي الثمارة هي لونها فاتح. واضي الثمار لونها ايه غامق. ودي البزور اه الشكل بتاعها واضح خلاص وهو تعاني البزور دي اه نتيجة ليه? ان انا بطبق معايير اه اه ازراعة في الاراضي الخفيفة. دي اه شكل الاستمار بتاعت ايه الفول السوداني. اه اه هنا اه نتحدث عن شكل النبات بصفة عامة. وشكل استمار بصفة عامة. واهم الاصناف التي تزرع اه في اه مصر. الحقيقة انا عندي فيه جهزة ستة. هذه هذا الصنف من الاصناف المتميزة بقوة النمو وزيادة المحصول. ومقاومته للامراض. اما عن موقع الفول السوداني. فيزرع الفول السوداني كمحصول صيفي. يزرع الفول السوداني كمحصول ايه? كمحصول صيفي. يحتاج الفدان الى خمسة وسبعين كيلو ثمار او اربعين الى خمسين كيلو ايه. اه بزور. اه يحصد ال 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 ينفذ عملية التلقيح البكتيري. وطبعا قلنا ابنائي وابناتي ان عملية التلقيح البكتيري من العمليات المهمة جدا جدا جدا. لكي يتم تنشيط تكون العقد البكتيرية على الجزور. ويتم تتم هذه العملية بايه? باضافة مادة صمغية. مع ترطيب البزور بالمياه. ثم تضاف البكتيريا المناسبة على هذه التقاوي مع خلط هذه البكتيريا جيدا في مكان قبل الزراعة مباشرة. يبقى هنا احنا بنتكلم عن اه ممارسة مهمة جدا يجب على الطالب او الطالبة ان هو يتعرف عليه. يبقى انت لما تجي تزرع فول سوداني ما تجيبش تقاوي وتزرع مباشرة قبل ما اه ما تدرس خواص الطربة وصفات الطربة. وقبل ما تدرس اه اه افضل الممارسات التي يجب ان تقوم بها لكي تحصل على اعلى اه انتاج ممكن. بالنسبة ليه برنامج الري يروى فول سوداني باعتدال فهو يحتاج الى اربعة الى اه من كل اربعة الى ستة ايام راية وفي الاراضي الرملية يروى الفول السوداني بطريقة الرش اه او بطريقة التنقيط وهذا اه يحتاج ايضا الى اه اه كمية كبيرة من عدد مرات الري فهو يحتاج الى حوالي تقريبا عشرين راي لان بنروى كل يومين تلاتة والمحصول بيقعد في الارض لفترة معينة من الوقت وبالتالي هنا بيلزم ان احنا نطبق ممارسة الري بشكل منتظم حتى لا يتعرض المحصول الى المشاكل اللي احنا ذكرناها وقلنا ان من ضمن المشاكل ان زيادة مياه الري في المحصول تؤدي الى انتاج سمار داكنة اللون او تؤدي الى تحلل السمار او تعفنها وده بتعتبر ممارسة زراعية سلبية الى هنا ابناء وبناتي نكون قد وصلنا الى نهاية هذه الحلقة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته